معرض الهجرات يناقش قصة الهجرة من منظور ثقافي ويركز أيضاً على أهمية هذا الحدث التاريخي وما يرتبط به من قيم إنسانية تزامنت مع هذا الحدث بالانتقال من ألم المعاناة في مكة المكرمة عند نزول الإسلام في العهد المكي للوصول إلى ولادة الحضارات الإسلامية من المدينة المنورة المعرض يعتبر شمولي سواء كان من ناحية القصة المطروحة أو أيضاً من ناحية التنوع الثقافي ليناقش قصة الهجرة يطرح مجموعة من قضايا تاريخية اللي أدت أحداثها إلى بدء الهجرة وأيضاً ارتباط المسار الجغرافي نفسه بالأحداث أو القصص سواء كانت من الأشخاص اللي التق فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى وصولاً إلى المدينة بدواخل بناء المجتمع الجديد عندنا مجموعة فريدة من المخطوطات اللي تتمثل كتب السيرة وكتب التاريخ وهي بالحقيقة لأول مرة تعرض إلى الجمهور وهي تأتي كركيزة التي تحقق شراكات الثقافية اللي قام فيها مركز ملك عبدالعزيز الثقافة العالمية ثراء مع عدة جهات سواء كانت المتحف الوطني مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات اللقفية أو دارة الفنون فهذه المخطوطات تبرز إلى زوار نوعية جميلة جداً كركيزة ثقافية أيضاً يوجد مجموعة من المشاهد السينمائية التي تمثل قصص الهجرة بالإضافة إلى المشاهد السينمائية التي تختص بالمعالم المكانية والمواقع الجغرافية لمسار الهجرة النبوية الهجرة النبوية قد يظن البعض أنها كانت سهلة مجرد انتقال من مكة إلى المدينة اليوم الواحد لو بيأخذ طيارة يأخذها في 40 دقيقة لو بيأخذها في السيارة في 4 ساعات وحتى في السابق لما كانوا ينتقلون من مكة إلى المدينة المنورة هم ينتقلون في عشر مراحل بمعنى عشر أيام سفر لكن كان سفر طبيعي صحيح أنه على الجمال صحيح أنه على الأرجل لكن طبيعة هجرة النبوية السلام لم تكن أي هجرة لأنها كان مطارد كان القريش يبحثون عنه يعني يقيدوه ويعطلوا ويفسدوا هذه الهجرة كان هناك خوف كان هناك الحقيقة تغيير للمسار وبالتالي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحتاج إلى تخطيط دقيق وتحتاج إلى تخطيط آمن وتحتاج إلى من يدل ويرشد الركب النبوي على المسار يعني الآمن الصحيح وفي الوقت نفسه لأن عندهم دواب كان هناك ثلاثة من الإبل معهم وبالتالي يعني يحتاجون إلى أماكن يعني ترتاح هذه الإبل وأماكن تأكل منها وأماكن تشرب منها فلم يكن فقط مجرد هناك عناصر بشرية مر في الطريق عدة عقبات ومر يعني عدة يعني صعوبات منها سراقة بن مالك المدلجي لما رصد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يحوز بالجائزة وكان هناك حوار وقصة مشهورة والمعرض الذي يقام فيه إثراء ركز على هذه القصة الحقيقة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والفنانين صغر مجموعة من المشاهد تلتزم بكل يوم من مسار الهجرة وتبرز المعالم المكانية بطريقة سينمائية بطريقة بداعية وأيضا مجموعة من الأعمال الفنية كانت تصوير الفوتوغرافي الأعمال التركيبية المعاصرة طبعا خلال مسار الهجرة هناك الحقيقة أودية وهناك مدالج وهناك ثناية وهناك أكثر من ريع كل هذه الحقيقة فيها طبيعة خلابة وفيها برضو صعوبة فالمعرض حاول أن يبرز هذا الجانب من خلال توثيق هذا المسار بشكل دقيق وإبرازه كذلك للزائرين من خلال تصوير عالي الجودة ومن خلال النصوص التي تصاحب هذه اللقطات الجميلة ومن خلال النصوص التي تصاحبها ومن خلال النصوص التي تصاحبها